المصوز off the hand راح تكلفنا أربع محاضرات ثلاث محاضرات هي الأساسية اللي راح نشرح بيها المصوز off the hand بشكل عام ورح يكون لدينا محاضرة راحدة فقط اللي هي المحاضرة الرابعة راح تكون ريفيجون وحابب أوصل بيها نقطة معينة فهذه هي أول محاضرة من أصل ثلاث محاضرات راح نتحدث بيها عن المصوز off the hand تابع المحاضرة مساء النور شاوة بناتك اللي قائد تابعوني مساء النور فايترز اليوم شاء الله راح تكون عندنا أول محاضرة عن المصوز off the hand ببداية هذه المحاضرة عدنا overview عن المصوز off the hand أول نقطة عددها نشكت they are 19 أو 20 أو 20 20 طيب شون اللي يخليهن 19 أو 20 عدنا بالبالمر أكوى أضلات راح نشوفهن إن شاء الله بآخر محاضرة راح نسميهن البالمر انتر أسياي هذاني البالمر انتر أسياي يأما يكونن أربعة يأما يكونن ثلاثة فهذا اللي راح يخلي هذه المصوز يأما تكون 19 يأما تكون 20 النقطة الثانية ذلك الأضلات منتشرات بكل فمنتشرات بكل بكل أكوى عدد من الأضلات أو أقوى عضلة واحدة فقط حسب طيب الآن هذه الأضلات نسميها المصوز أو الانترانزيك طيب ليس سميناها الانترانزيك مصوز إ Canvas هي دو الـ مش appropriation وإلى آخره أدنى عدد من الأعضلات كلها هذه الأوريجن ما التي يكون خارج الهند والإنسكشن ما التي يكون داخل الهند وعملها الأساسي يكون العمل على الجوينس الموجودة بالهند فهذه الأعضلات اللي أدنى اليوم اللي هي المسلس أوف ده هند رح نسميها الانترنزيك مصولز بسبب أنه هي تقع داخل الهند والإنسيرشن مالتها الآن عدي هذه كأوفر فيو كانت على كل العضلات الآن عندي المصولز أوف ده هند اللي هي المجموعة الأولى أو الفيديو الأول عمليا الفيديو الأول قبل أن نتطرق إلى المصولز بشكل عام نحن لازم نعرف المصولز اللي تعمل أو الموفمنت للثمب جاية من بالضبط شنو المصولز اللي تأدي كل موفمنت صايرة بالثمب فأول موفمنت اللي هي الأكستنشن أول موفمنت اللي هي الأكستنشن رح تقوم بها الأكستنسر بولشز لونغس والأكستنسر بولشز بريفوس كل هذه الأضلات الثلاثة رح تقوم بالأكستنشن للثمب لو اللاحظ أنه هذه هي الأكستنسر بولشز لونغس وهذه الأكستنسر بولشز بريفوس والأكستنسر بولشز لونغس حتى نفهم الأمور شون صايرة نستذكر هنا عندي أنا هنا موجودة بهذه المنطقة من الثمب طبعا هنا رح يكون الميتاكاربال بومن هنا رح يكون البروكسيمال فيلنكس وهنا رح يكون الديستل فيلنكس الأكستنس الابدكتر بولشز رح تكون موجودة على البيس تقريبا هنا تقريبا رح تكون موجودة على البيس على البيس أوف متاكاربال بومن أوف ثمب أوف فرست ديجت الأكستنسر بولشز رح تكون موجودة هنا الأكستنسر بولشز بولشز لونغس رح تكون هنا والأكستنسر بولشز لونغس رح تكون هنا فهذه الأضلات كلها رح تقوم بهذه الحركة هذه الحركة شوية تصير posteriorly فهذه هي ببساطة extension هذه أول حركة من حركات الثمب الحركة الثانية اللي هي flexion رح تقوم بهها أضلتين فقط اللي هي flexor polishes longest هذه هي flexion هذه هي flexion حركة flexion ورح تقوم بها أضلتين العضلة الأولى اللي هي flexor polishes longest والعضلة الثانية هي flexor polishes previous فعدي longest وعدي previous ال longest احنا خذناها مسبقا وهذه الأضلات كلها احنا ما اخذيهن مسبقا عندي العضلة الوحيدة اللي هي flexor polishes previous هذه رح ناخذها ان شاء الله خلال هذه المحاضرة رح ناخذ هذه العضلة وهي تعتبر intrinsic muscle يعني رح يكون بيها origin والinsertion يكون داخل الحنط أما الابدكتر أو سوري الابدكشن الابدكشن رح تقوم بيها عضلتين العضلة الأولى اللي هي الابدكتر polishes longest والعضلة الثانية الابدكتر polishes previous عضلتين مثل هذاني longest وprevious طبعا هذه هي الابدكتر polishes previous ورح نتعرف عليها ان شاء الله خلال هذه المحاضرة الآن ننتقل الى العضلات او الحركات الثانية سوري الحركة الأخرى اللي هي الابدكشن الابدكشن يعني قريبة من المدلين أو قريبة من قريبة من المدلين خلال نسميها حاليا طيب الابدكتر polishes العضلة الأولى الابدكتر polishes اللي هي عضلة موجودة تقريبا هنا نانا اوكي فهذه هي تقوم بهذه الحركة هاي الحركة اوكي هاي هاي رح تقوم بها الابدكتر polishes a preface واكو عضلة اسمها الفيرست دورسل انتر اوسياي الفيرست دورسل انتر اوسياي هذه هي بالضبط الفيرست دورسل انتر اوسياي هاي العضلة عملها الاساسي مو على الثمب ولكن هي من رح تعمل هي تشتغل على هذا الاصبع تعمله ابداكشن تشتغل على هذا الاصبع تعمله ابداكشن ولكن طالما هي مرتبطة بالثمب فمن رح تعمل رح تعمل رح تعمل ابداكشن للثمب ولكن هي مو عملها الاساسي وهي ما تعتبر من العضلات اللي تشتغل على الثمب بشكل اساسي ولكن هي عدها عمل على الثمب ولكن مو شغلها الأساسي هو الثمب فهذه هي ببساطة العضلة اللي رح نتعامل وياها اليوم اللي هي رح تكون يعني شوفوا عضلات الثمب نسميها ثري بلاس ون ليش ثري بلاس ون؟ الثري لأنه هي الأساسية الموجودة بالهند الانترنزيك مصول الأساسية التي تشتغلها على الثمب هنا ثلاثة ولكن بالإضافة إلى هذه الأضلة فسميناها بلاس ون يعني هاي زيادة أصلا بهذا المعنى فهذه هي حركة الأدكشن الأبوزيشن فهي أضلة واحدة رح تعمل الأبوزيشن وهي الأبوننز بولوشوس ورح نتعرف على تفاصيل هذه الأضلة إن شاء الله خلال هذه خلال هذه المحاضرة رح نتعرف عليها وخلال المحاضرة الثانية رح نتعرف على الأبوننز دي جي تي مينيمي هي العضلة إن ذاني رح يكمل بعض حتى يعمل الأبوزيشن طيب الآن السيركم دكشن السيركم دكشن هي جاية أدكشن أو أب دكشن أو فلكشن والأكستنشن فذني هذه الحركة هي هاي ببساطة السيركم دكشن آه 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 آ طويل للصورة عندي هذه القدكشن وعدي هذا الـ أرجع المكان الأساسي الopposition انه عاكس بهذا المعنى يعني رح نتعرف على هذا الشي بشكل ادق لما ندرس العضلات المسؤولة عن هذه الحركة طيب نبلش اول شي بالمسلز أو ببساطة بالنسبة للثينر مصلز فرح تكون عندي هذه النقطة هذا البارد من الهند اللي هي الثينر اميننس الثينر اميننس مكونة من الثينر مصلز مثل ما قاعد اللاحظ بعد ان ازلنا الاسكن والسبرفيشال فاشا طلعت ايدي طبعا هذه رح تكون الديب فاشا أوف ثينر اللي بمعناتها رح نسميها الثينر ديف فاشا أو الثينر فاشا ورح يكون تحت من ادها المصلز أوف ثينر كومبارتمنت الآن كملخص ومختصر لكل العضلات اللي رح نتعامل الوياهن فرح يكون عبارة عن ثري مصلز أوف ثينر كومبارتمنت اللي هنا اول وحدة الابدكتر بولشز بريفز هذه العضلة الابدكتر ابدكتر بولشز بريفز ورح يكون عندي الابوننس بولشز هذه هي الابوننس بولشز ورح يكون عندي الفلكسر فيما قاعد اللاحظ هذه هي عبارة عن الفلكسر بولشز بريفز مصلي الآن ننتقل الى اول عضلة وهي الابدكتر بولشز بريفز مصلي مثل ما قاعد اللاحظ هذه هي العضلة هذه العضلة رح تكون عندي الانترا لاترال بارت of the thinner eminence يعني هي رح تكون المست سوفورفيشل ون ورح تكون المست لاترال ون فرح تمثل عندي الانترا لاترال بارت of thinner eminence مثل ما قاعد اللاحظ الآن الابدكتر بولشز وليس فقط الابدكتر بولشز بريفز وانما كل العضلات of thinner eminence كل العضلات مالف thinner كومبارتمنت كل الاثنر مصلي رح تكون عندي او رح يكون عندها نفس الوريجين او نفس البروكسيمال اتاجمنت اللي هي الفلكسر لتناكلم وايضا عندي التوباركز of scaphoid and trapezium نقدر ببساطة نقول الفلكسر رتناكلم او نقدر نقولها بتعقيد شوية اكثر او بدقة اكثر بمعنى اصح فرح يكون عندنا الفلكسر رتناكلم والتوباركز of scaphoid and trapezium الآن كدستل اتاجمنت الابدكتر بولشز بريفز وايضا عندي الفلكسر بولشز بريفز رح يكون عندها ثانية النفس الاتاجمنت فرح يكون عندي lateral side of first proximal phalanx يعني الproximal phalanx of the thumb فرح تكون عندي lateral side مالتا او lateral side of the base مالتا القاعدة مالتا او الproximal and مال هذا البون الآن عندي relative position ف الabductor polishes previous الabductor polishes previous رح تكون superficial لل opponents polishes يعني مثل ما قيت هي المنز superficial one فمشكل منطق رح تكون superficial لل opponents polishes ورح تكون lateral لل flexor polishes هذه الفlexor polishes ف الabductor polishes previous رح تكون lateral اله الآن بما يخص الانervation لل abductor polishes previous فرح يكون عندي recurrent branch من median nerve ورح يكون roots malta c8 و t1 المين c8 دائما المين رح يكون إلى معاملة خاصة مسوي highlight ومسوي ل bolding فهذا رح يكون المين اللي هو c8 اما بما يخص المين action لل abductors polishes previous فأكيد رح تعمل abduction رح تعمل abduction ل stomp ورح تساعد opponents polishes رح تساعد opponents polishes during يعني تعمل هي وظيفة التي تعمل opposition فرح تساعدها شنو الوظيفة اللي رح تقوم بها abductors polishes رح رح تعمل rotation slightly يعني لو تلاحظون الآن لو تساعد لو تلاحظون ما عرف قاعد تلاحظون ولا لا انه هذا thumb لما قاعد يجي لهنانا قاعد يصير slightly medial rotation medial rotation مات يعني هذا هي رح قاعد ادور بهذا الاتجاه هي هاي التدوير مات رح نسميها medial rotation انا قاعد اللحظ هاي الحركة انتو سووا هاي الحركة ولاحظوا انه قاعد يصير medial rotation slightly medial rotation لل proximal phalanx slightly طيب slightly يعني بشكل بسيط الآن عندي التست التست اللي اسوي لهذه العضلة التست ببساطة انه رح اعمل abduction رح اعمل abduction against resistance رح اقدر اسوي palpation لهذه العضلة ولازم نتذكر دائما انه اكو احنا ادنا الان اخذنا تقريبا هاي المجموعة من العضلات هي المصوص of the hand هي اخر عضلات ل upper limb فمن بين كل العضلات اللي اخذنا كان عدنا عضلات مثلا مثلا البايسبس تقوم بالفلكشن والبروكيالس ايضا تقوم بالفلكشن فاني اعمل فلكشن للبيسب اعمل فلكشن لل fore arm يعني at the elbow joint او اعمل flexion لل elbow joint لازم اعمل pulpit هنا ايضا لازم اعمل pulpit لليش لانه عندي اكثر من احضلات تقوم بنفس الحركة الabduction اللي عندي الabductor polishes donges والabductor polishes previous اثنين يقوم بنفس الحركة اللي هي الabduction فلازم اعمل pulpit حتى اتأكد انه هاي العضلة هي اللي اشتغلت لانه اكيد المين هنانا هي الabductor polishes longus يمكن ما تشتغل بس انا ما لاحظها ما لاحظ انه هي ما تشتغل لانه الabduction رح يكون قوي عد هذا ال patient اللي قاعد اسوي لاني examination فلازم اخلي بالي انه اعمل pulpit اشوفها حتى اتأكد انه هذه العضلة شغالة مو فقط انه اعمل abduction اقول انه هذه العضلة شغالة لهذا المعنى الان ننتقل الى العضلة الثانية وهي من اسمها flexor يعني تعمل flexion للثمب يعني flexor يعني للثمب و previs لانه احنا عدنا وهذا التندن هذا التندن ما اللي كانت بال الان احنا نتكلم عن الهاند فهذه العضلة راح تكون entirely بالهاند ورح تكون مكونة من two heads superficial head هذا رح يمثل عندي superficial head وهذا رح يمثل عندي deep head فdeep و superficial head الان كattachment فبالنسبة للproximal attachment رح يكون عندي مثلا ما ذكرت قبل قليل الفلكس retinaculum وال tubercles of scaphoid and trapezium هذا الفلكس retinaculum والفلكس retinaculum نفس رح يكون مرتبط بال tubercles of scaphoid and trapezium فنقدر ببساطة نقول الفلكس retinaculum الان كdistal attachment فهو نفس الاتachment بالنسبة للabductor polishes previous نفس رح يكون للflexor polishes previous اللي رح يكون lateral side of base of first proximal phalanx أو proximal phalanx of thumb الآن كrelative position الفلكس polishes previous رح تكون medial للabductor polishes previous مثل ما قاعد اللحظ هذه العضلة رح تكون medial للabductor polishes previous وإيضا رح تكون medial للabbonance polishes فرح تكون medial للbouth أو other both أو other muscles of thinner compartment أما بما يخص relative position بينها وبين الabductor sorry الفلكس polishes longest فالفلكس polishes previous رح تكون lateral 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 distally distally رح تكون lateral لل flexor polishes longest tendon بهذا المعنى ولكن لو نلاحظ أنه tendon يعني من قاعد يمشي هو proximally أوكي to distally فنلاحظ أنه proximally رح يكون deep أوكي التندن رح يكون deep و distally رح يكون medial التندن نفسه distally رح يكون medial الآن innervation بالنسبة ل flexor polishes brevis ما صل فرح يكون بالنسبة لل superficial head رح يكون recurrent branch of median nerve و نفسه رح يكون c8 هو main و t1 هو minor فرح يكون عندي roots مات c8 و t1 ولكن main هو c8 طيب هذا بالنسبة لل superficial head بالنسبة لل deep head فرح يكون عندي deep branch of ulnar nerve والroot مات رح يكون c8 وال main مات main root رح يكون عندي t1 هذا بما يخص ال innervation لهذه العضلة أما بما يخص المين action فأكيد المين action مالتها رح يكون flexion لل thumb وال flexion رح يكون at carbo metacarpal bone carbo metacarpal bone وأيضا رح يكون على metacarpophalangeal joint metacarpophalangeal joint هو ببساطة هذا هذا هو metacarpophalangeal joint و carbo metacarpal joint رح يكون هذا هذا هو metacarpal joint وهذا رح يكون metacarpophalangeal joint فرح يكون reflection على both joints أما action مالتها الإضافة فرح تعمل مساعدة aids رح تساعد opponents تساعد بالموشن بالموشن أو الموفمنت اللي هي الابوزيشن رح تساعد هذه العضلة أمر كالتست فأعمل flexion للثمب أعمل flexion للثمب against resistance و رح أعمل bulbation للعضلة أشوف هشغلة ولا لا ولازم keep in mind خلي بالي أيضا أنه عندي عضلة ثانية اللي هي flexor polishes lunges أيضا رح تقوم بالflexion فمو هي العضلة الوحيدة اللي رح تقوم بالflexion فالassessment مالتي على أنه هذه العضلة شغالة رح يكون من خلال palpation من خلال أنه I can see the muscle I can palpate the muscle palpation وأنه أشوف طيب الآن ننتقل إلى العضلة الثالثة من thinner muscles أو muscles of thinner comportment وهي opponents polishes opponents polishes لو نلاحظ رح تكون بهذه النقطة opponents polishes من اسمها opponents يعني تعمل حركة opposition التي تعرفنا عليها بداية المحاضرة تعمل opposition ول polishes يعني معناته لل thumb هذه العضلة رح تكون عندي deep لل abductor هذه عبارة عن abductor polishes previous فرح تكون opponents deep لل abductor polishes previous ورح تكون lateral لل flexor polishes previous فهذه رح تكون lateral لل abductor polishes previous ورح تكون deep لل abductor polishes previous كproximal attachment فمثل ما عرفنا رح تملك نفس ال proximal attachment للعضلات الاثنين اللي ذكرناه بالبداية فرح تكون عندي flexor and trapezium وكالعادة نقدر ببساطة نقول flexor and trapezium أما بال distal attachment فك distal attachment أو insertion فرح تكون عندي lateral side من first metacarpal أو lateral side من first metacarpal bone نقدر نقول first metacarpal أو نقدر نقول first metacarpal ببساطة واللي رح يكون ببساطة هو metacarpal bone ل stamp فهذا رح يكون attachment مالت والآن لو نلاحظ أنه هذه هي العضلة وهذه first metacarpal فنلاحظ أنه ارتباطها بشكل كبير يعني مرتبطة لو نرجع شوية بالصور اللي قبلها أنه ما أخذ مساحة مو بالقليلة فهذا يطينا indication أنه هذه العضلة contraction مالتها قوي لهذا السبب ارتباطها كبير المساحة اللي مرتبطة بها كبيرة فهذا رح يطينا هذا indication بالنسبة فالنرفيشن مالتها رح يكون عندي من نعرف ورح يكون المين روت أو المين روت مالتها هو والمينر رح يكون فببساطة والمين رح يكون ضرورة تحفظون المين طيب أما بالنسبة من اسمها فرح تعمل هي حركة مشتركة ما بين الثمب وهذه هي فهذه العضلة هنان رح تعمل للثمب طيب وأيضا من الوظائف الأخرى اللي هي تعمل وتعمل للفيرست متكربل كيف ال bijvoorbeeld متكربل بوون رح تعمل خ octave و gotten خ octave وبن weakness ال drowning هذه العضلة رح تشتغل على الب ق المتكربل ستعمل متكربل جونت طيب لماذا تعمل الخięcy متكربل جونت لأنها ستعتبت المتكربل بوون é ستعتبت بال متكربل أساساً ما رح توصل لذني العضلات لذني جوينت سوري ما رح توصل لهذا الانترفلانجيال جوينت ولا رح توصل للمتاكاربو فلانجيال جوينت فرح تشتغل فقط على الكاربو متاكاربو جوينت الآن رح ننتقل إلى المسلز أو المسل هي عبارة عن أضلة واحدة المسل أو الدكتر كومبارتمنت اللي هي الأدكتر بولشز مصل الأدكتر بولشز مصل الآن لاكو بريفيس ولا أكو لونغس لأن هي الأدكتر أو المين الأدكتر الوحيدة اللي موجودة للثم هذه هي الأضلة رح تتكون عندي طبعاً من تو هاتز من تو هاتز أد أورجن يعني من ناحية الأورجن الأورجن مالتها فرح يكون عندي تو هاتز مثل بايسبس البايسبس بالأورجن عندها تو هاتز وبالإنسيرشن عندها هاتز واحد او بمعنى الصح بالابيلة صح بالابيلة عندها تو هاتز وبالتس تتتنازش منتـ we Centre رح يكون عندها هاتز واحد فقط اه هاتز الاول من من البرو كس дисمنتاخ أو من ال pipares و رح يكون عندي البليك هاتز والترنسبيرس هاتز هذا هو البليك هاتز هذا البليك هاتز وهذا الترنسبيرس هاتز الان عندي شي اسمه السيسامويد بون هذا التندن مال هاي العضلة رح يحوط بوني اميننس بوني اميننس موجودة بالثمب فرح يكون رح يكون عندي السيسامويد بون رح يكون عندي السيسامويد بون السيسامويد بون هو عبارة عن شنو هو عبارة عن بون امبدد بالتندن مثل الصابونة الرقبة او البطلة باطلة اسمها العلمي باطلة ولكن ممكن يعني بالعربي أعتقد أن نسمي صافونة الركبة أو الرطفة عظم الرطفة أو شيء شيء أنه راح تكون محوضة بالتندم بشكل تقريبا كامل فهذا هو ساسامويد بون الآن البروكسيمال أتاتشمنت لهذه العضلة فالأبليك هد راح يرتبط بهذه النقطة نلاحظ هذه النقطة هي مكان ارتباط هذا الهد الآن عمليا هو يرتبط بالكابيت وممكن يرتبط بالترابيزويد شوية يعني ينحني للترابيزويد وممكن يكون أكو فيريشن بحيث يرتبط بالكابيت وشوية بالهاميت فحسب المهم أنه يرتبط بالكابيت دائما وشوية راح يكون بالأدجيسنت كاربالز أو الأدجيسنت كاربال بونز يأما هنا يأما هنا يعني يكون فيريشن بالأتاتشمنت مال هذا الهد بروكسيمالي وبشكل عام يعني راح يرتبط بذني أيضا راح يكون عنده ارتباط بالمتا كاربال بونز ثم قاعد اللاحظ بالسكند وبالثيرد ممكن يرتبط بهذه النقطة أما الترانسفيرس هاد فرح يرتبط بالأنتيريار سيرفيس أوف ثيرد متا كاربال ثم قاعد اللاحظ هذه نقطة ارتباطه اللاحظ بهذه الصورة هذا هو عبر عن ترانسفيرس هاد فقاعد يرتبط بالأنتيريار سيرفيس أوف ثيرد متا كاربال وعدي هنا بهذه النقطة هذا الأبليك هات قاعد يكتبط عندي بهذه البونز هذين البونز كون هم قاعد يكتبط بيه الآن كدستل أتاجمنت فرح يكون ارتباطة بالباس أو بالميدال سايد أو بالباس أو فيرست فيرست بروكسيمال فلانكس فيرست بروكسيمال فلانكس اللي هو بروكسيمال فلانكس ببساطة بهذه النقطة الآن هذه الصورة تبينني نوعا ما relative position of adductor polishes هذي هي الadductor polishes رح تكون ديب لكل ذني structures ذني structures رح نتعرف عليها بالمحاضرة القادمة ذني structures رح يكونن بالcentral compartment فذني الlumbricals وذني عندي المعجول اللي يكون يعني جايات من 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 الفور ارم ويكمل للdigits فرح تكون هي ديب الهن كلهن لو نلاحظ هذه ايضا رح تكون ديب نلاحظ انه تقريبا هي مرتبطة بشكل مباشر بالباس فرح نتعرف على structures البقية ورح ناخذ relative position بين هذه العضلة وبين الother structures ان شاء الله بالمحاضرات القادمة اما بالنسبة للإنرفيشن للadductor polishes رح يكون عندي الديب brand of ulnar nerve والروتس مالتها رح يكون عندي ال c8 وال t1 المين رح يكون هو عبارة عن ال t1 ال t1 هو المين اما بما يخص ال action فالaction لهذه العضلة هو رح يكون ال adduction للثم ال adduction للثم moving of the thumb to the palm of the hand thereby giving power to the grip طبعا هذه العضلة مو بالعضلة القليلة تعتبر عضلة قوية لانه هاي رح تساعد ال grip رح تساعد ال grip grip شنو انه او يعني palmar grip او نقدر نقول هي grip of the hand يعني الثاني قاعد اقصر ايدي بقوة هذه the abductors polishes the abductors polishes قاعد تساعد بانه انا قاعد اقصر ايدي فهذه العضلة تعتبر بالعضلة القليلة فرح تساعد بالagrip لما يكون بها مشكلة رح نحس انه اكو مشكلة بالagrip لهذا المعنى هذا الجدول يمثل الproximal attachment والdistal attachment والinervation والmain action لكل العضلات اللي تعرفنا عليها بهذه المحاضرة هذا الجدول نصا من مور قدرون تطلعون عليها قدرون تعتبرو كمراجعة او انه تحتفظون بهذا الجدول طبعا هذا الجدول دائما موجود بكل العضلات هذا ممكن يراجع لكم كل العضلات يعني اذا تحتفظون بكل الجداول الموجودة لهذا يعني كل الجداول اللي انعرض فرح تكون هي عبارة عن كل التفاصيل اللي تحتاجون تحفظوها عن المصز ولهنان انتهى عندي هذا الفيديو على ما اعتقد انه كان فيديو لطيف العضلات مال الهاند معرفها السيطاني لطيفة استنتعت بشرحها واستنتعت بقراءتها صراحة وعملها ايضا عمل هذه المحاضرة اتمنى تكون محاضرة عجبتكم واتمنى تعملون شير و لايك وسبسكرايب كل هذه الحلويات ووقت ما الهاند لقد اسجل هذه المحاضرة المفروض بنهاية جلسة التصوير هاي رح يكون عندي اربع فيديوهات فتأكدوا انه تشوفون المحاضرات كلها لانه غالبا رح تنزل بنفس الوقت واذا ما نزلت بنفس الوقت فرح تنزل يوم بعد يوم فتأكدوا انه تحضرون المحاضرات كلها على الاقل يوم وريوم فنلتقي بمحاضرة أخرى ترجمة نانسي قنقر